موقف مشرف ورائع كالعادة من قبل الدولة الجزائرية ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني شاهدنا في اتخاذ سلطات الجزائرية قرارا بالانسحاب من اجتماعات البرلمان المتعلقة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط الوفد البرلماني الجزائري قرر الانسحاب بعد مشاركة أحد أعضاء البرلمان الصهيوني أحد أعضاء البرلمانيين قرر أن يشارك بكلمة وهو ما رفضته السلطات الجزائرية وطلبت من الوفد البرلماني الجزائري الانسحاب على الفور لتبرهن بشكل جديد أمام العالم أجمع بأنها ترفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وهو بلا شك موقف يحترم ويقدر للدولة الجزائرية خاصة بعد أن شاهدنا تصريحات رسمية كثيرة تشير إلى هذا الأمر وتشدد على موقفها السابت من رفضها التطبيع مع الكيان الصهيوني ورفضها كل الإجراءات التي يتخذها أبناء الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني هذا الأمر نال إشادة كثيرين على السوشيال ميديا كما أننا نتابع بالفعل بأن هناك موقف شعبي قوي للغاية من قبل الجزائريين بحق الكيان الصهيوني ودائما ما يثبتون للجميع بأنهم يقفون موقف موحد بجانب القضية الفلسطينية وبجانب أبناء الشعب الفلسطيني هذا الموقف بلا شك يقدر وسط حالة كبيرة من الحزن جراء قيام بعض الدول العربية بالإعلان عن التطبيع مع الكيان الصهيوني ولكن يأتي الموقف الجزائري ليشرف العرب وليثبت بأن هناك نقطة ضوء وسط ظلام دائما اشتركوا في القناة